نرجع مصر ونشوف اخبارنا النهاردة في كرة كل يوم بعيداً بقى عن منتقى مصر اخبار الاندية طبعاً الفترة اللي فاتت كان موضوع تجديد فتوح وفتوح كان عنده عروض فتوح خلاص زي ما قلنا قبل كده جدد في نادي الزمالك وكان في بعض الزعل الصغير كده ما بينش كابالا وفتوح بعد الموقف اللي فتوح عمله قبل ماتش زد في الدوري يعني كان الأمور ما كانش فيه كلام كده أو ما فيش علاقة يعني جيدة ما بين فتوح وشي كابالا لكن الحمد لله أستاذ عمر الجنيني طبعاً الزمالكاوي الكبير والمسؤول الصابق في نادي الزمالك عمل قعدة وجلسة ما بين شي كابالا وما بين أحمد فتوح وتم الصلح ما بين الاتنين اللعيبة من شي كابالا طبعاً كابتن فرقة وكان زعلان من فتوح إن كان فتوح مش ملتزم والموقف اللي عمله لكن طبعاً بعض التجديد أنا قلتلكم حتى إن كل حاجة أو أي مشكلة هتكون موجودة خلاص مش هتبقى موجودة إن طبعاً تجديد فتوح لنادي الزمالك أكيد حاجة إيجابية جداً لفتوح والنادي الزمالك وبالتالي حصل جلسة صلح ما بين شي كابالا وما بين فتوح برعاية الأستاذ عمر الجنيني وخلاص الأمور بقت سمن على عسل زي ما بنقول يعني ترجمة نانسي قنقر